بيقولولنا ان تم التعامل خلاص وقبضوا عليهم انا بسأل يا ترى تم التعامل والقبض على كل حد اشترك بما فيهم الرجال المؤربين من محمد بن سلمان يا ترى الراجل اللي مات مبارح زي ما بتقول عنه لياني شفق النهاردة ودي صورته قدامنا تم القبض عليه هو كمان ولا تم تهديده ولا تم قتله لان حاجة غريبة جدا ان الراجل يبقى في قيمة الخمستاشر المطلوبين للعدالة علشان قاتلوا جمال خاشقجي وبعدين يتقلك مات في حدثة اضف لده كمان كلام وزير العدل التركي الاخير قال في اتفاقيات دولية بناء عليها بيتم تسليم القتلة وبيتم تسليم المجرمين والراجل بيلمح بالمنتهى البساطة الى ان الخمستاشر اللي تم اتهامهم بقاتل خاشقجي لابد منهم يتسلموا واذا ما كانتش السعودية انه يتسلم في قانون دولي تاخد عليه السعودية زي ما بتاخد عليه تركيا كلام مهم جدا نسأله ونسأل عن مشعل سعد البستاني يا طرى مشعل سعد البستاني تم القبض عليه ولا تم قتله يا طرى اللي بيحصل في المملكة هنشوف كل يوم حادثة ويطلع خمستاشر حادثة يموتوا فيهم المشتركين كلهم ولا لا يا طرى عبدالعزيز المطرب او مطرب حيقولوا ايه حيسلموه ولا حيحكموه ولا حيحسبوه ولا هو كمان حيموت في حادثة اه حادثة سكوتر مثلا قضاء وقدر احنا قدام عبث كبير محمد بن سلمان قذف بالمملكة الى الجحيم الكل دلوقتي بقت المملكة في موقع وموقف هش جدا الكل بيتكلم والكل بيفرض ارادته الامريكان عايزين فلوس الاطراك عايزين سمعتهم وعايزين يقدموا القتلة للمحاكمة عينة خاشقجي نفسها هترفع عضية في الولايات المتحدة الامريكية عينة خاشقجي وابنه صلاح الكبير تم منعه من السفر برا المملكة ولكن صرح وقال احنا محتاجين هيئة تحقيق محايدة هيئة تحقيق دولية عشان تجيب حق والده اللي اتاتل